موسيقى 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 مثل كل يوم جمعة ساعة وحدة دهرا أنا جورج وزميلتي ريمة ضروبي نكون عم نترفق سوا بموضوع اجتماعي انساني بيخص كل حدا مننا وبيمرق بحياته اليوم موضوعنا عن الخيانة الزوجية اكتر جرح ممكن يحطم الشريك هو الشك بالخيانة فكيف لو تأكدت الخيانة حقيقة بالواقع ماذا عن الخيانة عبر مواقع التواصل الاجتماعي البعض ممكن يعطي فرصة جديدة لشريكه والبعض الآخر بسبب الشعور بالإهانة والإزلال بيطلبوا الطلع موضوع اخر بمفهومنا الشرقي منفكر فيه بطريقة خاطئة لما منعتقد انه خيانة المرأة لزوجها هي اكثر الى من لقله من العكس كل هالمواضيع رح نقشها مع ريمة ضروبي مدربة مهارات ذاتية وتنمية اجتماعية وقبل ما نقول القصة هيك بس بدنا نذكر انا وياك ريمة اهلا وسهلا فيك بالأول بتصور كل متابعينك على السوشيل ميديا لازم يكونوا اليوم بهمهم هيدا الموضوع يكونوا عم بيتابعوه فعم ندعيهم انه اذا عندهم اي اقتراح سؤال او تعليق واراءهم متهمنا واراءهم طبعا واراءهم نعرف الناس كمان كيف تشوف كيف تفكر مش بس كيف تشوف اراءهم بدا تغني الحلقة لذلك بتمنى عليكم جميعا انه تتابعوا صفحتنا على الفيسبوك اسمها ماريان تيفي ورح تشوفوا البرنامج لايف على الهواء رح تكتبوا تعليقاتكم واسئلتكم تحت ونحنا اكيد رح نقلع الهواء المهمة منا وايضا فيكم تكونوا عم تتواصلوا على ارقام التليفونات اللي بتشوفوهم على الشاشة ورح يمرقوا كل فترة اهلا وسهلا فيك ريما مجور جورج نهار جديد مرسي نهار هيدا موضوع كتير قوي وشائك وايضا بيستحق يعني حلق او يمكن حلقتين كاملين حسب ما بيكون عنا مواقع لانه بدأ بكتير عين كل شخص ممكن يتعرض له خصوصا هلا بقيام السوشال ميديا وعلى سيرة السوشال ميديا خيني توقف مع ديفايدر قصة وخبر قصة اليوم بقصة اليوم على التيك توك شاب بيطرح سؤال شو ممكن اتصرف مع زوجتي اللي خانتني؟ وهالشاب لبناني طبعا وكل ليلة كل ليلة بيفتح لايف وبيرجع بيجيب تأكيدات وصور وروايات عن خيانة زوجته لقاله بيقول انه عنده طفل وهو اللي حرق له قلبه لانه الحضانة بهالسن تطلع للأم الطفل مع امه مش عم بتخليه شوفه في خلافي كتير قوي وهو بيقول انه بكل رحلات اللي كان يخدها فيهم لزوجته ويترفقه سوا كان يشك بنوع من الخيانة الى ان تأكدت من الرسائل اللي كانت تبعتهم على طبعا الواتس اوب لأصحابه لانه كان عنده عدة علاقات مش مع شخص واحد خانته ووجعوا لهالرجل كتير او لدرجة انه ما عم بيخجل يصرح عند خيانة زوجته لقاله عادة ان الرجل بيحس بيوجع كبير لانه بيعتبر انه ضعيف الشخصية لقدر الزوجته دخوله او بركي عنده ضعف جنسي هلا عكل حال رح نكون عم بقلب الحلقة رح نحكيك عن كتير اسباب وانما لها الاسباب كلها اللي بيفكر فيها وبتصير تجي على راسه بيتعذب اكتر لانه بيحس انه رجليته هي المقصودة من الخيانة وكتير صعب انه يسمع كلام انه مش رجال خانتك مرتك فهيدي كلها المفاهيم اللي بتعذب الرجل اكتر كمان خلته يطلع يحكي كل ليلة على التيك توك عن خيانات زوجته ويروي روايات يعني نحن اللي عم نتسمع نخجل حقيقة انه نسمع هيدا القصص ومش لازم اصلا تكون برات الحيطان حيطان البيت الزوجي هدي كانت قصة اليوم ريمة اذا عندك تعليق عليها كنت متاخدة يعني متل عم شوف هيك صور قدامي بالقصة اول شي بدي ضوب نحكي عن المرأة والرجل يعني هو كيف تلقى الصدمة وشو شعوره وهي شو شعوره تفلت كمان هيدا المهم انما عنه هو لما قلت جورج انت انه انه كل ليلة عادة الرجل بيخجل بس هو ما عم يخجل انه يحكي بالقصة لأنه هالقد موجوع هالقد محروق هالقد محروق وبيفتكر انه لما بيحكي عم بيشارك الناس عم بيتواسع بيرجع بيسكر وبيبعد بيرجعوا بيطلعوا الافكار بيرجع بيطلعوا بيكبهم يمكن هو بفكر هيك بفش خلقه بيرتاع هو قصة فشة خلق وانتي قام بالوقت زيته وانتي قام لأنه كل الناس اللي بتعرفه بتعرف مين مرته لو ما سميها صح أنا ما بعرف مين مرته بس الناس اللي بتعرفه لأقله شخصيا المقربين بيعرفوا زوجته يعني هو بفكره هيك عم بهينها أو عم بيدل عليها بشير انه هي عطلة انه هي مش منيحة على فكرة هو قال انه اعترفت لما واجهها بالرسائل اعترفت لأنه هالقد هي اخر همه نعم بس هو بيقول انه معياشها كتير منيح ما منقص عليها شي صفر ومطاعم وكل هالقصاص بس ما بيعرف السبب ليش خانت ما بيعرف السبب بالخيانة عادة نحنا نفسنا ما بنعرف السبب منصير نخلق أسباب نعم لأنه منصير نقول لنقول مثلا عاطفيا ما كان منيح معي اهتمامه ما كان منيح معي البرود الجنسي عند المرأة أو عند الرجل ما كان منيح معي منصير نخلق أعزار إنما الحقيقة هالأشخاص نفسهم ما بيعرفوا هولي مثل هن أسباب بيخترعوان إنما إذا بدأ أرجع للسبب الرئيسي بالخيانة ليه منخون؟ لأنه من الأول من الأول في شي مبني غلط نعم نبنت على الشهوة الجنسية العلاقة المعامل يعني أنا يعني اللي بقصته أنا بتوجه صوت عامل واحد وبفتكر إنه هالعامل عم ببني عليه مستقبل نعم إنما إحنا لما بنفتح بيوت بدي يكون عنا كل العوامل أنا شايفتها وهيدا اللي الناس ما بتعرفوا قبل ما تفوت بهيدا الباب مع إنه بيعملوا دورات نعم مش كافية لأنه مش كافية ليه؟ لأنه الحياة تحت سقف واحد مش نظريات نعم أنا شخصيا بشوف هيدا الدورات ما كتير عم تعطي نتيجة لأنه عم بتكون نظرية يعني بيجي بسأل بإلا للمرأة جوزك بده يجي يعصب عم باتي إكزامل جوزك بده يعصب كيف بده تكون ردة فعلك ما أنا ما بعرف نفسي بعد شوي كيف رحكون فهلأ أنا مرتاحة بدي أعطيك أجمل الحلول صحيح بدي فرجيك إنه أنا الملاك اللي متحملته وبحبه وريحة عرقه بحبه نعم بنصير نروح لهالدرجة بس الحياة تحت سقف واحد مختلفة عن وقت الخطبة وخاصة أهم شي جورج أهم شي لما الإحساس بالحصول على الآخر نعم نحنا اللي بيكون ماشينا ومنضطرنا يوم اليوم الكبير اللي هو يوم العرس هو الاندفاع الاندفاع إنه تأحصل على هالشخص وتيحصل عليه في شوق شوق وشوق وبلوس إنه لهالنهار الكبير اللي بدنا نعمل الاحتفال هلأ غالبا ما بقى شوق للحصول على شرك حياتي صار شوق للاحتفال شو عم يعطيني لشرك الحيات؟ لأنه صار فيه موسيكاني قبل صار فيه علاج جنسي قبل يعني كعننه مجوازين صح ما بقى فيه يمكن ما بقى فيه أنا اللي أنا بشوفه ما بقى فيه إيمة للحب إيمة للحب الحب نحنا مفتكرينه هلأ بهيد الأيام خاصة مفتكرينه إنه شفته شافني عجبته عجبني لأني حلوة أنا جال عندي أو لأنه أنا معي مصاري ما بعرف إيك عم بعطي إشياء أو جامعية مثلاً أو جامعية أو أنا عندي بوست أو بي حداً مهم المهم أنا قبليني بهيدا السبب اللي أنا شديته لإليه أو أنا دايماً بتجمله لحتى يشوفني حلوة وأنا هيك بحافظ عليه انت بيه لهيدا الشغلة أنا هيك بحافظ عليه دايماً بزبطة حالي الحب مش قصة كيف بيشوفني مش قصة كيف هو بيبني أفكاره على شكلي من بره ولا حتى أنا كيف بيبني أفكاري على كيف عم شوفه من بره بيفتح لي باب السيارة بيجب لي هدايا ما بينسى عيد ميلادي هولي الأشياء اللي النسوين بتركز عليه ليه كيف بيعملني بيدحكني بيسليني معبيلي حياتي هولي مش الحب الحب هو قسمة من هيك بكتيره بس نحنا مفتكرين انه هيدا هو الحب اللي نحنا ماشيين فيه نعم بتصيده بيتصيدني على هاو القصص من بعد ما نتصيد بعض منفوت تبق انه وبعدين يعني نعم وبعدين تصيدنا بعض وفتنا بدي ضل قتجمله إيه بضل نتجمله طيب وبعدين دايما فيها البعدين هوني منقله بجورج لغير شي تتغير لأنه بيصير فيه وبعدين المرة بيصير بده تتملك الشريك يعني منشوفها كتير وهلأ منشوفها ع سبيل النكتة وين رايح؟ وين جاية؟ قالوا عازميني أصحابي بتبرم خلقتها التملك نعم والرجل بيطبعوا عصفور طيار للأسف للأسف وبيتباها بهيدا الشي إنه أنا ما فيني اختني ققعد بالبيت ما تقسريني بدي أظهر بدي موه طيب ما عم نقلك تقعد بالبيت انت مش بيقص هادي عقلية ذكورية أما شو اللي بيخلي الرجل عدة أسبيل عنده هالتفكير إنه حتى ولو تزوج بده يضل عنده علاقات بره ولازم تتفهم المرأة ده الشي لأنه عنده احتياجات لازم تتفهم وبين قوسين كمان لازم تتفهم خيانتي حتى الرجل لما بيخون بيقول إنه لازم تتفهمي خيانتي وسامحيني إنما المرأة مش مقبولة خيانة مش مقبولة وما منسامحها يعني من هون مثل مقلة العقلية الذكورية الخيانة هي خيانة إن كان من الرجل وإن كان من المرأة ومش مقبولة أبدا الخيانة واحدة ومش مقبولة ولا تبرر إنما في شغلة مهمة جور يا بسامح يا ما بسامح وقت البدي سامح هيدا القرار بيرجع لكل شخص إذا مش قادر تسامح مش غلط ما تسامح قص وكفي حياتك إنما إذا بتحس لأبدك هيدا الشخص وقلت له أنا سامحتك سامحه بس مش كل شهر وسنة ودهر تقل له أنا سامحتك أنت بالماضي نسيت أنك خنتني إن كان الرجال وإن كان المرأة رح نحكي طبعا عن المسامحة من بعد ما نخلص أسباب الخيانة فإذا باللي عدت تيون يمكن فيه إهمال من المرأة أول شي لزوجها أو هو لألة يمكن بطلت حلوة بنظر ومتل ما كانت وقت الخطوبة تلفته بتيابة يعني بيجي على البيت وقلت حضرتك إنه الزواج وهي دي حجة كتير بيختر هو الزواج تحت سقف وبين أربع حيطان مختلف عن قيام الصداقة والدهرة وبجمع حالي وبصيف المسؤولية لحتى ألف طول لأنه تعودوا عبعض وبيشوفها بالبيجاما بتشوفوا بالبيجاما بيشوفوا بعضهم بالطبيعة فكيف هون المرأة بدت تظلم حافظة على حالها وأكتر شي جورج بيبلش إنفصال الروحي بينتهم لما بيجوا الولاد لأنه بيصير في إهمال إهمال هلأ إنت لفتتني بيسؤالك كيف المرأة بدت تحافظ على حالها أنا ضد هيدا السؤال للمرأة ولا الرجل اتنينيتهم مش كيف بيحافظوا لازم نضلع طبيعتنا مع بعض لازم نضلع طبيعتنا نحنا بالنهاية بشر عنا روايح بشعة مثل ما عنا روايح ما فينا ننكر هيدا الشي نحنا لما منقوم الصبح ما منقوم نضافهم هفهفين نحنا بدنا نعرف هيدا الشي إذن الحب ما بيقلي أنا بحبك إذا أنت حلو بدك تحافظ على جمالك ولا بيقله لقله نفس الشي بركي احترقت المرأة أو الرجل بحادث بركي عن الأكسيدون إنه بتتركه يعني أو هو بتركه هيدا هون منشوف إذا فعلا في حب أو لا لما منتجوز بيقولنا الكهن على السرق والضرق يعني بكل الأحوال المرأة والرجل بدون يضلوا مع بعض بس هلأ ما فيه هلأ الرجل أول شي شو بيقول بيقل له مش شايفي شكلك كيف صرت يعني أنت تغيرت بطلت أنا بحس هي دي تبريرات لا يبرر خيانته لا أكثر ولا أقل يعني هو شو مستنظر بالبيت يشوف مرته يعني على طول مبرجة وقعدة ملكة ما فيه ما بدك تشتغل ما حدا ببيته بيكون مبرج طبعا لو عنا كل شي فيه خدم وحشم ما بتقدر أنت ببيتك نعم أنت بالأمان طبعك نعم قد يكون مرتاحة مثل ما أنا نعم إنما في شغلة مهمة عند الرجل أنه لما بيقول للمرأة لأن أنت قلت عم بيبرر الخيانة أنه لك كيف صرت وكيف تغيرت وكيف صار شكلي هيدا صحيح عم بيبرر لنفسه إنما هو من جوه مقتنع بهيدا السبب لأنه عم يقنع حاله بهيدا السبب بس ليه عم يقنع حاله لأنه ما قدري يكفي ويضاين مع هيدا الشخص بيوصل لمرحلة طيب ما زهقت منك وبعدين ونفس الشي بيصير مع المرأة إنما المرأة مختلفة مختلفة كيف المرأة قيمة بتزهق من الرجال يا أمه بيعطيها كل شي يعني بيضلوا فوق راسها اللي بدي كيه من اهتمام بتمل ما فيه اكشن مشان هيك فيه ناس نسوين بيقلك وغيرة مرادية فيه نسوين بيقولك نحنا بنحب الباد بوي نحنا بنحب هيدول اللي بيعزبوا يعملو لنا اكشن يا أمه التاني سبب اللي هو إنه ما بيهتم فيها أبدا نعم يعني يا هيك يا هيك بس الاعتدال ما عمن ليه هلأ بوجود الموبايل هيده كمان مشكلة كبيرة لأنه عم يضل بيدينا بالبيت وكل حدا عنده زاويته ورايح على الأساس اللي بيحب يشوفها على الموبايل بدل ما يكون فيه قعدة وسهرة وحوار متل زمان الحوار بيغني وبيررع بيولع الأشواء بس تما كل واحد قاعد لوحده شو مستنظرين من العلاقة يستمر فيها فيه في عدام حوار فيه التهاء على الموبايل كل الوقت حتى بالنوم فيه صور هلأ بنشوفهم يعني بتكون الزوجي نايم أو الزوج نايم الشريك حمل الموبايل عم بيعمل تشاتينج مع شخص تاني أو العكس هذي مش هذي خيانة بقلب الفرق يعني بقلب الفراش الزوج الخياني يعني تصوري معرفتك الخروج مستهر مع الأصدقاء فيه رجال بيعتبروا أنه هني كتير منفتحين أي أوكي عندك جروب أصحاب بالشغل ضهري أنت ويهم ما بتضهري وجوزة وهذا كان غلط من زمان وجاء مفترض الشريكين بيضهروا مع بعضهم مش بيضهر كل واحد مع أصحابه هذي كمان بتزيد النزاعات والفراء الاحتدامات باستمرار لما المرأة خلص بتاخد وجه على زوجها وبينفقد الاحترام أو هو أو العكس الصحيح بيصيروا على كل كلمة بتولع فيه مناء أشيء وصريخ وعيد بيظهر بيسكر باب بيظهر بيفتش على أصحاب أو بيقعد بيعمل شاتنج مع صديقة أو صديقة على الموبايل كمان بيكون صداقات جديدة بيبلش يبعد عن مرته هذي المشاكل كلها شو بدنا نقول عنهم كيف منقدر أول شي خليني بلش بالموبايل الموبايل هو أخذ دور الشريك يعني أنا بطلت بحاجة لشريكة لأنه هيدا الموبايل عم يعطيني كل شيء نعم عم يعطيني الاكتفاء زاتي الاكتفاء عم يعطيني العاطفة عم يعطيني الحديث يلي المرأة تحديدة عم بتفتش عنه واللي الرجل بيفتش على الإغراء يعني بيخلوا الإغراء من الحديث بيشوف كتير مش بس بالحديث بيشوف صور حتى يعني صح وفي كتير صار نسبة بنات أو سيدات بيبعثوا صورهم بدون خجل على عادي اي لأنه هني منهم وين كان زمان ما في هالوسيلة التواصل كان إذا بديك تخلع المرأة تيابة قدام رجل أو قدام شيء مهي حية لأنه بيطلع فيها نظره بنظرة أو العكس صحيح هلأ من وراء شاشة بيبعثوا الصور عادة من وراء شاشة ما فيها الخجل وعم نشوف حتى أنه في انتحارات عنده ولاد صغار اللي غير موضوع بيستمرقة من وراء الصور يعني ولد عمره 12 سنة بيشوف شي مش من عمره يشوفه يعني لا لأ عم بيصير هني بهال عمر عم بيودوا صور عادين لبعد بيشتغلهم نعم التاني بيستفزوا بيقتل حاله عم نشوف حالات الانتحار عنه لأهله أو شي مثل ما بيهدده مظبوط بيهدده بيخاف بينتحر شفنيها عند كذا حالة للأسف حرام يعني إنما لأرجع للموضوع اللي هو الموبايل أخذ دور الشريك الرجل بيبحث فيه على الدور إنه أنا بعدني بغري عم يركضوا وراي حب يسمع كمبليمونات حلوة طبعا أنه انت حلو جزاب حلو هاندسوم بيكتبوا هالعبارات اللي بيستعملوها أنا هون بدي بوجه رسالة للمرأة اللي عم تستعمل رجل متزوج نعم أنت هون كمان منك هينة لأن بتصير دايماً بدي تفرجي إنه أنا أهم من مرتك نعم كله كوم وعند هيدا كوم أنت عم تقطحمي بيت أنت عم تخر بعيلي أنت عم تخر بمؤسسة أنا هون بوقف وبقول هل أدن عدم الضمير؟ شو هالخطيئة الكبيرة ريمة؟ هادي يسوع بقول عنا أنه الويلو لمن يكون حجر عثرة لغيره لأنه خير له أن يربط بحجر الروحة ويلقى في عمق البحر تصوري ملاعقاب لأله هالشخص اللي دعت رعيلي بيصيروا النسوين إنه بدهم يعملوا جهد يعني إذا مرته بتقله أنا ما بحب لنقول الناس كافي وهو بحب تشرب فنجان الناس كافي معه أو تأرقل مثلاً ما بتحب مرته الأرقيلة بده تفرجي العشيقة إنه أنا بموت بالأرقيلة تتقربه تتقرب منه تتشده هو بيكون تشكله على مرته دجا يعني قل وين نقاط ضعف العلاقة مع مرته ومسكتون صارت تتفرجيه إنه هي بتقدر تعملهم لا تكسبه لا تكسبه بس أنا هون السؤال أنت عم تكسبه شو نعم هيدا كتير مهم أنا أتوجه فيه أنت عم تكسبه شو أو الرجل يلي عم بكمان يخون مرت رجال وعم بيشده صوبه أنت عم بتشد مين أنت كمان عم تركض تتحصل على شو هون الرجل بصير عنده نوع من التحدي تيفرج إنه هو قدر ياخد هالسيدة من هيدا الشخص إنه أنا هالقد مهمة نعم ونفس الإحساس عند المرأة نعم إنه أنا هالقد مهمة قدرت أخد هيدا الرجل من مرته نعم هون اللي بدي قلهم وينلي زي بتوقف هيدا الشات بين رجل ومرأة متزوج أو متزوجة من الأساس ما كان لازم يصير يعني لما تبلش الكمبليمونات والحكي الحلو والإذراعات والصور من الأساس مش لازم يصير بتصور علقه خلص أها علقه لأنه انبسطوا بهاللعبة اللي عم نلعبها بس من الأساس مش لازم يصير بس أنا اللي بدي قلهم للاتنين مع احترامي لقلهم ما بعرف قدي إن كان هالمرأة اللي عم تاخد رجل متزوج أو هالرجل عم ياخد امرأة متزوجة وعم تضحش وتضحش وتحارب وتكب كل أسلحتك أنا هون بدي قلهم أنتو مش قوية إنما هن رخاص لأنه عم بيتركوا ويروحوا عم يتركوا قاعدة عم يتركوا قصص عم يتركوا عائلة مبنية على ربنا حط إيده فيها ويروحوا لعندكم لكن مش انتو القوية هن اللي تعاف هن اللي رخاص رخيصة وكان رجل أو امرأة عم نحكي عن الاتنين يعني عن الرجل والمرأة وهن اللي عم بيخونوا مع الرجل وامرأة نفس الشي فكتير مهم يعرفوا بس دورهم لأنه أنا هوني مثل طوعية بدي وجهها إنو عرفوا أنتو مش قوية حيج المرة بتقلك أنا تركتوا مرتوا لأني أهم وهيدك بيقلك أنا تركتها جوزة لأن أنا مهم وأجمع بس شو هالرجل اللي ما عنده قيام وقت اللي بيدو يصادق زوجة لحدة تاني وهو عم بيخرب لك كمان حياتها إنو بيعلقه فيه وما بدش يتجوز يعني بني بدوه بيعمل علاقات عابرة إنو هو يعني شو هالرجل اللي هو برأيه جورج إنو مش أنا عم بيخرب لحياتها هي مزعوجة أنا عم ساعدها هي عم تبكيلي ما بنسمعون هي عم تبكيلي أنا عم ساعدها تبتبكي لغيرك ادهار أنت وريح ضميرك ريح ضميرك ميني مم قدام ربك مين قال إنو أنت فيك تحللها مش كلتا مع زوجة يعني هو عم بيقوم بالواجب الاحتدام المستمر بالبات والدايما نمولع نار بالنقاشات وما بيحملوا كلمة وكله معصاب كمان هيدا بتبعد الأزواج شو نصيحتك؟ ما هو ليه نحنا بنوصل للإحتدام؟ لأنه أصلا بعضنا عن بعض لما بنبعد عن بعض بيصير فيه الإهمال الإهمال يا ويلي على الإهمال هو رأس العصاية هو رأس الشيء هي العصاية السحرية هو رأس على الإهمال أول ما بيدخل الإهمال بيبلش الإحتدام والتعصيب ليه؟ ليه؟ تألفت النظر أنه أنا مهم على الأهمال لا لا ليه منعصب لأنه نحنا هالقد مضغوطين بدنا مين يهتم فينه؟ نعم نيناتهم هو لقى حاله صار غريب أنه صار يشوفها متل أبجيء قدامه متل شي شيء صار يشوف مرته وهي صارت عم بتشوفه أنه غريب أنه وين رح اهتمامك؟ نعم هالتغير اللي صار عند الاثنين بيخليهم يولعوا وصيروا يحتدوا ع بعض مثل أنا عم قلو بلا وعي كأنه عم قلو لشريكة رجاع مثل ما كنت نعم ولما بيجي واجهوا بقلو رجاع مثل ما كنت بقلو إياها بالكلم بقل لي ليش أنت بعدك مثل ما كنت وهون بيفوتوا ببعض وبيصدوا بعض وإيام بنشوف أنه فيه كمان ضرب أيادي صح بصير فيه تعنيف تب ريمة هل يجوز للزوجة تواجه زوجها بالدلائل تفرجيه أنا كما اشتلك على الموبايل محادثات أو العكس هون بتكون هاي دي الشعرة اللي قسمت ظهر البعير يعني خلاص ما بيعود فيه أبدا مجال للاتفاق أو للتسامح لأنه رح ينقهر منها كتير الماكسيموم ورح ينبخيع لأنه ما قدري يخبي أو هي العكس يعني فهيدا الإزلال الشعور بالإهانة رح يخليه يخد موقف نهائي ويفصل شوف لما بدي أنا أوصل لمرحلة إنه أمسك جوزة صار عندي دليل إنه عم بخوني نعم صحيح وأنا أنا عادة شخصيا دايما بدعي للصراحة كونوا صارحين ليه بدي أحمل شيء وخبيه ويعزبني ويتعبني كونوا صارحين عرفوا حياتكم كيف رايحة حطوا حدود ومشوا عليه قبل ما واجهه اسأل نفسي هل أنا بدي سامحه أي أم لا إذا أنا بدي سامحه بواجهه إذا ما بدي سامحه لشو واجهه بس بركي بدي تسامحه واجهته عم زعله وفصل على الأخير ألا بدي طلقي أعال بتكون عرفته ما بدي يعني هو نطر له الشيء بالعكس يعني هو نطر له الشيء ومتل يمكن ترك له قصد هالرسايل اللي تشوفهم تحتى هي تكمشوا وتقلوا وقلوا يلا باي نعم للأسف عن جد يعني عم بيصير إشياء مرعبة صحيح ما بقفي عيال جوش ريمة كيف بيتربى الرجل أو المرأة على هال هالأسس هالأسس اللي بتخليه خون يعني هدا اللي بيخون زوجته بيخون صديقه بيخون ابنه بيخون أمه بيخون بيه ما عنده شرف ما عنده إيمي للناس اللي بتحبه فكيف بيتربى من هو صغير يعني هالأمه كانت مغنجته كتير عطيته صفتها الزكورية ميزته عن خياته البنات هالم عودته يحصل على اللي بده إيه وساعة اللي بدك بتكب القصة شوف شو بيصير أنا شوف شو بيصير بس أنا عندي قاعدة أنا شخصيا بيتبع بالعلاقات اللي حولي ودايما نبقول اللي بيكذب بكلمة بيكذب بكتاب نعم كتابه ما بقري واللي بيخون شخص عنده كامل لقدره يخون وطن نعم صحيح فكمان ما بيستقبله بحياتي هاي دي القاعدة لقلي أنا شخصيا من هوني كتير حلو نربي ولادنا على هالقاعدتين ما تكذبوا وما تخونوا للبنت وللصبي إنما شو بيصير معنا البنت انت قو على الشرف قو على النموس قوعة قوعة يحكوا عليك قوعة 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 منغمرة بكومة هالقوعة هالقوعة بتطلع البنت حاني دهرة ودخيلكن بدي غباس السطرة إنما السابة كيف من ربي من هو وصغير يقبرني زير نسوان حبيبي عنده أربع خمسة أصحاب جيجولو لكو سحبتو كيف بتتلفن على سفة التلفونات في جيران بيقعدوا على فنجان قهوة نسوان أنا سماع بحياتي يقبرني لك هده صاحبته عم تحكيه تفتخر مش صاحبتو مش صاحبة وحدة نعم بصيرو عنده عدة أصحاب بصيرو يفتخروا إنه لكمية تلفون بيجيب النهار كلهم ريكدين وراء نعم ولما بيكبر أكتر بيصير بالمراهقة يا حبيبي عم صاحب خمسة ستة وكلهم ريكدين بالدنيا إنما البنت مشي منيح انتبهي على فشخاتك انتبهي على مشيتك انتبهي على تيبك انتبهي على على مع إنه ما كتير عم نشوف انتبهي على تيبك ما بق في تيب ما بق في تيب بس إنه منحطه بهالإطار نعم من هون بتربع عند الولد إنه أنا بحق اللي أعمل البدييب ومنضخم له الزكورية إنما لما منجيبها الولد الصبي ومنفهمه إنت لما عم تحكي مع بنت إنت أختك بنت وإمك بنت يا إنت بدك تحترمه لأنه اللي بيصير اللي بتعمله إنت ببنات العالم ربنا بيعمله بإمك وإختك هاي دي قاعدة كتير مهمة نربي ولادنا عليها مش بس نركز على البنت مثل مثل البنت هي وصغيرة ستة عند المغيب بدك تكوني بالبيت لا إنت أصابق إيه روح معلي وسكار وشرب بيطلع الولد حشاش عم يتعاطى دير عالطرقات نعم بيمطروا بيجلطوا بيجلطن لأهله بيجلطن بيبقوا ناطرينه للصبح وما بيجي والبنت نيمة بتخطط طيب ليه ما ربيتوه نفس الشي نعم ليه مش اتنيناتكن عند المغيب بدكن تكونوا عندي نقطتين بدي أحكي فيهم ريمة البنت اللي بتتربى من هي وصغيرة على العاب عاب 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 بتجي وقت الزواج عندها برود جنسة هيدا الشي بدو يسبب كمان لخيانة زوجية واللي كمان بتكتشف انه زوجة بيخونها مع رجل شي مؤلم جدا هادي كتير عم نشوفها نعم صارت درجة كتير عم نشوفها لأنه بيتزوجوا بعض كرمال غطاء يتخطوا فيه نعم ويخبوا حاله وأخيرا كمان إذا كان الجنس هو السبب العلاقة الجنسية صارت باردة أو الرجل أصيب بيضعف جنسة كيف لازم المرأة تعالج الموضوع كيف لازم تحاول لأنه بتخاف يعصب منها أو يغضب وما يعود يجي بالصهرة على البيت يجي بس لا ينام لا يهرب من العلاقة وهي هيا قدش لازم تضل وحفية لزوجها بهيك أوضعها إلنا بالأول إنه الحب ممنوع يكون مرتكز على شي نعم ممنوع يكون مرتكز على شغلة أو شغلتين أو عشرة الحب هو الحب أنا بحبك بحبك كيف مكن ما بدي إذا عملت إنت حادث إن شلات ما بقلك يلا باي زهقتني ومللتني هيدا ما إنه حبه هوني منكتشف الحب ومشان هيك هوني من بعد الزواج مع هالإنفتاح نعم نحنا منلقي حالنا ما منحبه نعم ولا بنعرف هيدا الشخص ومنصير نقول كيف كنت حسله هالمشاعر ما عم بفهمه لهيك بصير يقوله هلع دارج إنه بطلت حبه بدي أخد بريك بطلت حبه وكأنه نحبه ومشوار غريب مشان هيك لما بتقلي إنه بصير في برودة جنسية من ورا شي معين مرض معين أو أي شي لما بيكون زواجة مبني على هيدا الشي أكيد بدأت تدمر إنما لما بيكون فيه مصارحة أهم شي المصارحة والحوار نعم نتحاور مع بعض نفطفض لبعض شو عم حس شو عم بتحس وإن أهم إنه نوصل لحل نقول إنه ممكن يصير هيك يعني نعطي لبعضنا معنويات ونوعد نفسنا بأمل أكيد الأمور بتنحل أكيد إنما بالنسبة للأول قلتلي إنه بيربه البنت على العيب والعيب وبتكبر وبتوصل لبرودة جنسية هون البنت اللي بتروع على هيدا القصص بتتجوز أول واحد بتقلك بخلص بقى من العيب وبخلص من لقوانين اللي محتو تطلي وبدي روح حتى انتقل وكأنه رايحة كسدورة نعم وهن هيك بيفرجوها إنه أنت رايحة كسدورة وإذا بتنصدم تاني يوم إنه في مسئولية وأهم شي من بعد ما تفوت ييه هل أنا بحبال إذا ما حبلت شو بيصيروا فيي شو بيقولوا عني شو بيقولوا أهل جوزة يعني ضربات فوق ضربات فوق ضربات طيب هالمخلوقة تنهار بده توصل لمطرح بده تفتش على الشريك اللي فعلا هي بتحلم فيه مش اللي أهلح المولى فيه نعم هيدا عوائلة حتى الزواج المبكر اللي منه عن إدراك ونضوش بيسبب خياني زوجي لأنه يوما ما بصير تقول مش هيدا اللي أنا كنت نسميته الزواج براسي يعني وإذا شايفت حدا بيشبه الشي اللي بمخيلته فارس أحلامه يمكن كمان تضعف وتصير عم تعمل علاقة معه طبعا لأنه لأنه البنت عادة ضعيفة كيف ما بتبرمها ضعيفة بمشاعرة ضعيفة نعم يعني دايما دينتها بتجذبها بآخر الحلقة ريما شو نصايحك للمستمعين والمشاهدين أهم شي أهم شي عند اللي أنا بحبه دايما بالحياة هو الصراحة والحقيقة لما منحس أنه رح أخلط النصايح قولهم بجملة لما منحس أنه الشريكة عم بيخوني معيش بالشك الشك بيقتل ليه يعني صدمة الاكتشيخ صارحه طبعا المصارحة ليه بدي يعيش بالشك يعني صدمة الاكتشاف بالخيانة بكل مرة إنما الشك بده كل يوم يقتلني بصير أنا فوق نزول طلوع نزول طلوع نزول وعواطفة تخدني وتجيبني وأفكاري بتبطل عارف تقدر تركز إذن المصارحة والمصارحة ومعيش بالشك وتاني أهم أهم شغلي أنا دايما أنا شخصيا بدعي للمسامحة إذا صارحياني بالزواج قبل الزواج لازم ينعطى الشريك فرصة أخرى لازم ينعطى فرصة أخرى ما نعمل بلاك بس قبل الزواج فيني قول أنا لأ ما بدي سامح لأن إذا هلقوا هيك إنما لما بيكون في عندي مؤسسة بعطيه فرصة تانية إذا بس الأهم إذا بدي سامح سامح مش ضلني كل يوم ذكروا إنه سامح ما بيش سيركي المصارحة بمشكل أو منعشة بدي أرجع ذكر الشريك بغلطه وبالنهاية كلنا على الأرض ضعاف وكلنا معرضين لأنه نوقع مشان هيك إذا واحد ضعف لازم نسلق إنما إذا شفنا إنه هو مصر على ضعفه وهو بده إنه يكفي بمشوار ضعفه مثل ما قلتلي قال له خلس يلا روحي طالق أوكي باي باي أنا هون علي كون قوية كفية وقص وقفصل نعم هو لنصايح شكرا ريما أنا كمان هيك بدي شدد معك إنه كل شي بسبب بده يعمل مشكلة مع شري كين كان رجل أو امرأة لازم يعني رجل أو امرأة يعني العكس يعني إذا كان الرجل لزوجته والزوجي لرجلها إنه أنا ابتعد عنه من جملتهم اللي حكينا عنهم ضمن الحلقة نبتعد عن المحادثات اللي فيها غزل مع شخص منه قريب مني منه شريك طبعا نعم لأنه هيدا مع الوقت رح يسبب خيانة وأيضا كون عن بعض الاهتمام المفروض لشريكي وكون دايما بينية صافية جاء وأعرف أنه أنا عمكون حجر عثرة يعني خطيتي كتير كبيرة وهذا اللي وصف فيه كتاب المقدس المرأ شيء لازم يكون محترم ببيتك هي شجرة زيتون مثمرة ببيتك هي أم عائلتك هالتقدير والاحترام لازم يبين بسلوكك تجاهها وتقدير وأيضا من الزوجة للرجل انترنا دايما بحلقات هالقدة مهمة لحياتكم الشخصية والعائلية وأنا وزميلة ريمة نستودعكم الخير والبركة لأسبوع جديد الله معكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر